نحصل إلى حصبيا معك رامز أيضا لافت كان اندار إسرائيلي بحري يقضي بمنع أي نشاط بحري من خط نهر الأول جنوبا إضافة إلى أرسال مزيد من التحجيدات إلى الحدود فكيف تجمل لنا الصورة اليوم في جنوب لبنان صحيح وعد ربما يكون هذا التطور الأخطر في الأربع والعشرين الساعة الماضية من حيث إشاراته وهذه الدلالات التي حاول الجيش الإسرائيلي البعث بها من خلال هذا الانذار لأنه لأول مرة يحصل هذا الانذار في مجال النطاق البحري وهذا الانذار الإسرائيلي منع أي نشاط بحري للصيادين وأيضا المستجمين على الشواطئ البحرية وأيضا من حيث النطاق الجغرافي لم يعد يتحدث الجيش الإسرائيلي فقط عن منطقة جنوب الليطاني كما يحصل في البر وصع من مجال العمليات بحرا هذه المرة وصولا إلى نهر الأول هذا النهر وبالتالي نتحدث عن مدن جنوب نهر الأول أي مدينة صيدة عدلون الصرفاند وصولا إلى مدينة الصور إذا ما استثنين مدينة النقورة وهي مخلات من سكانها منذ بدء هذه المواجهات هذا الانذار البحري ينظر إليه بكثير من القلق إذا ما كان الجيش الإسرائيلي ينوي أو يزمع القيام بأي عملية بحرية من جانب الشواطئ اللبنانية في هذا النطاق وبالتالي أيضا أثر على الحركة الاقتصادية وعلى عدد كبير من السكان سكان هذه المدن التي لجأ إليها عدد كبير من النازحين من مناطق جنوب الليطاني إضافة إلى هذا الانذار تستمر العمليات على العمليات التصدي من قبل حزب الله وأيضا إطلاقات الصواريخ الأبرز كان منتصف ليل أمس عندما أطلق حزب الله صواريخه باتجاه قاعدة 8200 القاعدة العسكرية في ضواحة الأبيبة فيما منذ فجر هذا اليوم بدأ واضح أن الحزب يتحسب لإمكانية أن يقوم الجيش الإسرائيلي بفتح محور جديد لمحاولات التوغل البر أو القيام بأي اجتياح بري من القطاع الغربي وعليه قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في شلومي وحنيتة نتحدث عن هتين الثكنتين أو التجمعات قبالة علم الشعب والنقورة كذلك قصف مرابد المدفعية في دلتون وديشون وبالتالي في ظل هذه التحشيدات الإسرائيلية بعدما كانت تركيز في القطاعين الشرقي والأوسط نتحدث عن كفركلة والعليسي وصولا إلى بليدة ومرون الراس ويرون بدأ واضح أن الجيش الإسرائيلي ربما يحاول فتح محور جديد هذا الأمر يمكن الاستدلال عليه أيضا من خلال القصف المدفعي الكبير والكثيف في محاولة لتمهيد ناري كما حصل في القطاعين الشرقي والأوسط إضافة إلى ذلك غارات جوية عنيفة كانت ليل أمس على بلدة النقورة وعلم الشعب قرابة 15 غارة إضافة إلى قصف مدفعي طاول هذه البلدات في الظهيرة في القطاع الغربي وصولا إلى الجبين إضافة إلى ذلك أشير إلى أن كان هناك صبيحة هذا اليوم أيضا غارات إسرائيلية استهدفت كفرشوبة وكذلك كفرحمام وكذلك أيضا كان هناك لبلدات تركزت في قضاء صور كأرزون وصريفة وعد نعم شكرا رامز